اشتركوا في القناة وقد بدأ اليأس ينتابني حتى وصلت لشعور لماذا لم اتوظف وغيري يحصلون على الوظيفة وأنا لا ينقصني شيء فما السبب وما الحل الإجابة الأخت الفاضلة بداية أنت في خير عظيم لأنك انتهيت من الدراسة الجامعية ولديك القدرة على العمل وهذه نعمة يفقدها الكثير من الناس أمر طلب العمل يحتاج إلى الأخذ بسببين رئيسين الأول سبب معنوي وهو أن تكون محافظة على الصلاة وتعملين بطاعة الله وتدعين الله بأن يسر لك فرصة العمل وتكثري من الاستغفار وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله ويكون لديك حسن ظن بالله تعالى وتفاؤل الثاني السبب حسي وهو عرض ملفك على أكثر من جهة وحاولي أكثر من مرة ولو كان الراتب يسيرا في البداية فلا يمنعك من الوظيفة حتى تكتسبي خبرة وحتى لا تنسين ما تعلمتيه وأما مسألة اليأس والإحباط الذي حصل لك فما رد ذلك إلى ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله وضعف الصبر والتحمل لديك مما فتح المجال للشيطان ليدخل عليك الحزن والقلق والعجلة في تحصيل الرزق وعلاج ذلك بأن تقوي صلتك بالله من حيث الصلاة والذكر وغيرها من الطاعات واستعيذي بالله من وسوسة الشيطان وفقك الله لمرضاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر